السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم طلاب المستوى الأول في جزء جديد من أجزاء مكرر Pharmaceutical Analytical Chemistry والجزء بعنوان Redux Titrations لازم في البداية نعرف أن Redux Titrations هو فرع من علم أكبر أو جزء أكبر اسمه Electrochemical Methods والElectrochemical Methods بشكل عام والRedux Titrations بشكل خاص من أكثر الأجزاء اللي بتحتاج فهم ثم فهم ثم فهم عشان تقدر تمشي فيها وتستوعبها كويس فالمحاضرة الأولينية إن شاء الله هتكون مقدمة عامة عن الموضوع نشرح فيه بعض المصطلحات الأساسية اللي أي طالب بيدرس Redux Titrations يكون المفروض أن يكون عارفها ومن أهم ما يميز Redux Titrations لنا كسيضلة إن تطبيقاتها الصيدلية كتيرة جدا بمعنى إن فيه أدوية ممكن تتحلل باستخدام طرق تعتمد على Redux Reaction فلذلك هي من الأجزاء الممتعة جدا والشيقة في مجال Pharmaceutical Analysis زي ما تعودنا ما ينفعش نبدأ في جزء من أجزاء الكيميا التحليلية من غير ما نعرف إحنا موقعنا فين دلوقتي في فروق الكيميا التحليلية المختلفة عرفنا طبعا قبل كده إن الأناليتيكا الكيمستري أناليتيكا الكيمستري بتنقسم إلى جزءين رئيسيين الجزء الأولاني Qualitative Analysis والجزء الثاني Quantitative Analysis بالنسبة للQualitative Analysis اللي هو التحليل الكيفي بيعرفني المادة دي هي إيه؟ يعني نقدر نقول إنه بيساوي كلمة وات خدنا أبسط أمثلته اللي هي الأناليسيز للأنينز وكتاينز وكذلك الانسترومنتال أناليسيز بيحقق لي جزئية الQualitative Analysis بجانب إنه هو أيضا فرع من فروق الQuantitative Analysis طيب بالنسبة للQuantitative Analysis اللي هو بتحليل الكمي بيعرفني المادة دي قد إيه؟ يعني نقدر نقول إنه بيساوي كلمة how much ولازم طبعا تكون عارف إن كلمة Quantitative Analysis هي هيها Determination هي هيها Estimation هي هيها Assay كلهم نفس المعنى قسموها العلماء إلى تلت طرق مختلفة حسب الحاجة اللي أنت بتقسها وبتقسها إزاي؟ فلو أنت الطريقة بتاعتك بتعتمد على قياس Volume فسموه Volumetric Analysis اللي هو التيتريشن لو بتعتمد على قياس وزن Weight فسموه Graphometric Analysis لو بتعتمد على استخدام Instrument فسموه Instrumental Analysis بالنسبة للVolumetric Analysis أو التيتريشن اتقسمت حسب نوع التفاعل المستخدم إلى أربع فروع Acid-Based Tytration Perceptation Tytration Complex Formation Tytration Redox Tytration الشغل بتاعنا في الجزء ده هيكون إن شاء الله على فرع Redox Tytration يعني إحنا دلوقت بندرس فرع من فروع التيتريشن اللي هو أحد فروع Quantitative Analysis قبل ما نبدأ لازم نكون عارفين إيه هي الجنرال أبجيكتيفز بتاع Redox Tytration Course إن شاء الله تعالى بعد نهاية هذا القرس المفروض تخرج عارف إيه تبقى عارف بعض الجنرال تيرمز المستخدمة في Redox Tytration زي يعني Oxidation يعني إيه Reduction Oxidizing Agent Reducing Agent إيه هو Oxidation Number إيه هو Redox System يعني Potential و Standard Potential Etc مفروض تبقى عرفت إزاي تحسب Oxidation Number وإزاي توزن Redox Equation إيه هي Nearnest Equation وإزاي بنستخدمها أو بنطبقها لدراسة Factors Affecting Potential بتاع Redox System ونقول بعد كده إيه هي Methods of Detection للend point في Redox Tytration وبنهاية الجزء ده يبقى احنا كده خدنا الجزء الأولاني في المقرر اللي بنتكلم فيه عن موضوعات أو عن معلومات عامة عن الموضوع بدون الدخول في أمثلة لـ Samples أو Standards معينة أو تجارب معينة النص الثاني من المقرر هيكون نبدأ بدراسة Examples of Redox Standards two categories قدامنا الكاتيجوري الأولانية هي Oxidizing Agents Standard Oxidizing Agents الكاتيجوري التانية Standard Reducing Agents في الـ Oxidizing Agents هناخد خمس أمثلة على سبيل المثال للحصر بتاسيام بيرمينجانيت سرق سالفيد بتاسيام دايكروميت بتاسيام بروميت أند آيودين في كل واحد منهم نعرف إيه هي الخصائص العامة بتاعته ميزاته ميزاته وعيوبه إيه؟ أمثلة لـ applications للـ Oxidizing Agents ده يعني أمثلة لـ Samples بنحللها باستخدام الـ Oxidizing Agents اللي احنا بندرسه الجزء التاني هيكون عن Reducing Agents وده هيكون صغير جدا ممكن يكون نص سلايت في المقرر وهنعرف ساعتها هما طبعا هيبقى مثالين بس اللي هنقولهم فرّة الصالفيت والسوديوم سايو صالفيت وساعتها إن شاء الله هنعرف إيه هو السبب العلمي اللي خلى توافر أو عدد الـ Standard Reducing Agents أقل بكتير من الـ Standard Oxidizing Agents ونختم إن شاء الله المكرر بتجميع لبعض pharmaceutical applications للـ Redux Titration فالـ Redux Titration هو نوع من أنواع Titration يعتمد على Redux Reaction أو Oxidation Reduction Reaction بين مين ومين بين الـ Analyte اللي هو الجزء اللي بتفاعل من السامبل وبين التايترانت الموجود في الصحاحة عندنا طيب يعني إيه بقى Oxidation Reduction Reaction أو Redux Reaction طبعا كلنا عارفين من أيام المدرسة إن Oxidation Loss of Electrons والReduction Gain of Electrons يعني عملية حرقة للإلكترنات لذلك تعريف في الـ Oxidation Reduction Reaction أو Redux Reaction هو Reaction يجتمل على Electron Transfer Between Reactants طيب لما مادة تفقد إلكترنات أو تكتسب إلكترنات إيه اللي هيتغير في المادة دي؟ بالضبط الشحنة اللي عليه أو التكافأ أو رقم التأكسد أو عدد التأكسد يعني ببساطة نقدر نقول إن تعريف الـ Redux Reaction هو نوع من أنواع الـ Reactions يجتمل على Change in Oxidation Numbers of the Reactions السلايد اللي قدام حضراتكم دي من أهم السلايد في المحاضرة ويمكن في المانهج كله لأنها المفروض تكون من المسلمات اللي في دماغ أي طالب وهو بيذاكر الـ Redux titration يعني من المسلمات يعني من الحاجات اللي أنت تبقى متقنها زي اسمك بالضبط مش محتاج أن أنت تفكر وانت بتتسأل فيها لأنها هيبقى ساعدتها في حاجات أعمق وأهم المفروض تفكر فيها يعني برضو يعني أنا دلوقتي لو جيت سألتك اسمك إيه هتقول لي اسمي كذا 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 مش هتفكر طب عمرك كام بالأيام والشهور لا استناني هحسب واحدة واحدة كده فالـ slide دي من الحاجات اللي هي زي سؤال اسمك إيه بوفر مجهودي عشان هيكون أو بوفر تفكيري عشان وانا بذكر بعد كده في أجزاء بقى متقدمة شوية في المنهج هيبقى دي مش الحاجات اللي أنا مفروض أفكر فيها لأن في حاجات تانية أهم وأعمق المطلوب إن أنا أفكر فيه لازم تبقوا فاهمين يا جماعة إن أنا طريق تفكيري في شرح Redux Titration هي إن أنا بعتبر إن أنا ببني Building كبير Block by Block كلهم ببنين على بعض فمن ضمن الأساسات بتاع المبنى ده هو slide زي اللي قدامكم طيب شوقتنا بقى نعرف إيه هي اللي slide دي فيها إيه يعني ببساطة جديدة يا جماعة إحنا أخذنا إن Oxidation هي إيه Loss of Electrons طيب مين اللي بيفقد إلكترون ممكن يكون Molecule ممكن يكون Atom أو Ion طيب العنصر اللي هيفقد إلكترون ده التفاعل ده نسميه نسميه Oxidation Half Reaction ليس منها Half Reaction لأن ده نص تفاعل يعني فيه نص تاني هيجي يكمله عشان نعمل تفاعل كامل طيب مثال كلنا عارفينه من أيام المدرسة إن الفرس Ion لما بيفقد إلكترون بيتحول إلى فرق Ion لاحظنا Oxidation Number بتاعه حصل فيه ايه بتحول من موجب 2 لموجب 3 يعني زاد لذلك التعريف الأهم واللي هنستخدمه ونطبقه أكتر في أجزاء المنهج اللي هتيجي بعد كده إن شاء الله هو إن Oxidation هي ايه هي Increase of Oxidation Number Oxidation is Increase of Oxidation Number النص التاني من اللي سلايد العكس تماما العكس اللي أنا كنت بقوله الريدكشن هي ايه هي Gain of Electrons مين اللي هيعمل Gain الريدكترون Molecule Atom Ion لما حاجح صلى ريدكشن اتفاعل نسميه Reduction Half Reaction مثال الكلام ده السري السري Ion اللي هو تكافؤ بصدب أربعة من أو موجب أربعة من العنصر السري لما يكتسب Electron يتحول الى سرس لاحظنا Oxidation Number حصل في ايه نقص يبقى نقدر نقول لنتاع في Reduction هو Decrease of Oxidation Number الطالب اللي بيذاكر بالطريقة كلاسيكية او ممكن اقول عليها سطحية هيبتدي في سلايد زي دي يقراها كده واحد اتنين ثلاثة ويكتبها مرة ويسمحها وتمام وكل حاجة تمام وخلاص ويعديها لكن الطالب اللي بيذاكر بطريقة Smart هيقف قدام السلايد ويسأل نفسه هو انا ممكن اتلخبط في ايه اللي ممكن يعملي confusion في سلايد زي دي فانا اخدها واحدة واحدة كده مع بعض اول حاجة ممكن تلخبطك في سلايد زي دي هي ايه اول حاجة هو مين loss ومين gain of electrons مين لص ومين جين فالناس العلماء بره والناس اللي بتجتهد بردو بحاجة زي دي هتقول لك حاجة بسيط قوي لو حافظتها هتعرف الصح ايه ومش هتطلخبط احفظ كلمة oil rig oil rig oil rig دي عارفين هي يا جماعة oil rig دي بالانجليز اللي هي حفار البترول اللي بتلاقيه في وسط البحر بيحفر وتلاقي فيه زيت اسوى تطالع كده من فوق ده بيبقى بترول فده حفار البترول ده اسمه oil rig فلو حفظت oil rig هتعرف ان oxidation is loss reduction is gain مفروض خلاص ما تنساش بعد كده هتحفظ oil rig مستحيل تتلخبط ومين loss ومين gain طيب ايه تاني الطالب ممكن يتلخبط ويحصل confusion عنده لما يجي يستطيع المعلومة من من السلايد دي هيبقى مين فيهم increase of oxidation number ومين decrease of oxidation number بصوا يا جماعة الناس العلماء لما بيجوا يسموا مصطلح علمي المصطلح ده لازم يكون تسميته تسميته تكون مرتبطة بالمعنى بتاعه مش فاهم يعني ايه برضه يعني لما بنقول ده اسمه ionization constant يبقى يبقى لما يزيد تزيد μαι complex formation constant يبقى لما يزيد problematic formation يزيد فمن نقول oxidation number يبقى لما يزيد تبقى oxidation من اسمها oxidation number فلما يزيد تبقى عملية oxidation ما سمن به reduction number لماذا سمي economists reduction number ويسمي oxidation number يزيد تبقى oxidation ده معناها عملية oxidation وتحصل والعكس Decrease of Oxidation Number، تبقى عملية Reduction هذه نقطة تانية ممكن تتلخبط فيها قلنا قبل كده ايه Oxidation؟ ليه قلنا Half Reaction و Half Reaction عشان هيكملوا بعض طيب يتبقى نعرف هو لما انت قلت من الفرس اخد فرك، اخر ايه قاسف فقط إلكترون فتحول الى فرك من موجب اثنين لموجب ثلاثة حسبنا الحزبة دي ازاي؟ هتقول لي بدي سهلة وبسيطة وعارفنا الزمان انت عارفها لان عنصر الـ IRD عد عليك كتير قبل كده لكن هيعد عليك بعد كده حاجات اول مرة تسمع عنها وحاجات اكثر تعقيدا شوية من دي فلازم تكون عارف احنا بنحسبها ازاي نشوف كده هي طريقة سهلة وبسيطة جدا مع الاخذ في الاعتبار ملحوظة صغيرة جماعة لحظوا انه احنا بنكتب تكافؤ او الـ Oxidation Number او الشحنة بتاعت اي آيون بنكتب الرقم وبعدين الاشارة اتنين موجب لانه اساسه موجب وموجب والتلاتة دي معناها موجب 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 فجمعناهم قلنا تلاتة موجب فنكتب الرقم وبعدين الاشارة لكن في الـ Mathematics والرياضة اللي ما ديجي نحسب اي حزبة رياضية بنكتب الاشارة وبعدين الرقم بنقول minus 2 positive 3 وهكذا طيب ازاي بقى لما يعنينا السؤال بتاعي دلوقتي لما يكون عندك فرس موجب اتنين وفقد one electron اشارة الـ Product اللي طالعها هتكون كام سهلة وبسيطة جدا انت لو قلت ادي positive 2 اللي هو الاشارة او التكافؤ بتاع الفرس فقد electron لو سألتك فقد فقد دي عبر عنها رياديا بـ minus ولا positive minus في طرحة هنا يبقى minus طيب الالكترون عبر عنه بايه؟ بـ minus 1 يبقى positive 2 minus minus 1 تطلع الاشارة بتاع الـ Product positive 3 زي ما انتم شايفين كده طيب المثال التاني السرك موجب اربعة اكتسب يبقى plus one electron يبقى minus 1 طيب positive 4 minus plus minus 1 positive 4 positive 4 plus minus 1 تبقى النتيجة كام positive 3 فاللي طالع هو سرس positive 3 اظن الموضوع سهل وبسيط بس انت تبقى فاهم طريقة الحساب بتتم ازاي؟ ايه تاني ممكن نفكر فيه في السلايد دي؟ هو مين فرس ومين فرك مين سرك سرس لازم الكلام دي يكون واضح في ذهنك بالذات لو انت في متحان شافوي مينفقلش طاعة تتاهته قدام الدكتور ومش عارف هو ده سررك سرس مش عارف تتصرف ازاي؟ فانت قاعدك العامة يا جماعة لانتوا لازم تكونوا عارفينه لما يكون عندك ايون او ايلمنت لتكافؤ فالتكافؤ الاصغر بيبقى هو اللي فيه مقطع ويو اس والتكافؤ الاكبر هو اللي بيقى فيه مقطع اك فانت هتبقى حافظ هتبقى حافظ دي مفيش فيها فين ان الحديد سنائي وثلاس اتنين تلاتة الايرد اتنين تلاتة السيريام تلاتة اربعة هناخد بعد كده مثلا ان الميركري واحد اتنين ان التن اللي هو عنصر لرمزه اس ان اتنين اربعة دي حاجات هتبقى محفوظة وهتلاقي ان شاء الله بعد كم يعني بعد جزء في المكرر لما ندخل شوية في المكرر انا عاملك جدول مجمعلك فيه اللي هتعدي عليك في المكرر والتكافؤات بتاعتها ايه واسمائها ازاي؟ فانت هتبقى حافظ ان الحديد اتنين وثلاتة تعرف بقى ان تبقى فاهم او عارف ان المقطع بتاع ايه واس يجي مع الصغير فالصغير اللي هو الاتنين ده فرس ومقطع الاك يجي مع الكبير فيبقى فرق طب السيريام منه تلاتة واربعة يبقى الكبير سرق والصغير سرس دور على طريقة شوف انت بقى كنت بتحفظها ازاي كنا في المدرسة زمان لو انت لغات هتقول فرق فرق ولو عربي تقول حديدوز حديديك شوف كنت بتحفظها ازاي في المدرسة وما بتتلخبطش فيها واستدعي الطريقة دي وهاتها معك وانت بتذكر الريدوكس تايتريشن انا متذكر طالب مرة الهالي وكانت حاجة كوميديية ان هو بيقول لي احنا المدرس بتاعنا في المدرسة كان هو سنوية عربي كان بيقول لنا حديدوز وحديديك الوزة اكبر ولا الديك فيقول له الديك يا استاذ يوم ما غلاص يبقى هو الاكبر بيبقى اك والاصغر بيبقى اللي هو الاي او اس المهم الشاهد من الموضوع ان انت لازم في حاجة زي دي مايبقاش فيه احتمال ان انت تتلخبط فيه شوف احنا شرحنا قديه في السلايد دي لان زي ما قلت السلايد دي من الاساسيات والمسلمات اللي مفروض مافيش اي طالب يتلخبط فيها طيب فيه سؤال بيفرد نفسه دلوقتي اعتمادا على اللي احنا فهمناه قبل كده السؤال هو ايه بيحصل اكتر طبعا اعتمادا على اللي انت فهمته لازم تبقى اجابتك ان الاكسيديشن والريدوكشن بيحصلوا بنفس العدد بالزبط لو حصلت اكسيديشن لازم تحصل ده هافرياكشن وده هافرياكشن فلازم يكمله بعض بمعنى ان يعني اللي اتنين لهم نفس عدد مرات الحدوث بمعنى الاكسيديشن والريدوكشن والعكس صحيح بمعنى الاكسيديشن والريدوكشن اكترنات طائرة من الهواء دخلت جوه المحلول فا اكتسابها فحصل مفيش الكلام ده انت عندك مادة حصلها اكتساب فاكتسبت الاكترنات يبقى في جنبها مادة فقدت الاكترنات مادة حصلها يبقى في مادة جنبها حصلها اكسيديشن وهكذا طيب سؤال تاني ايهما بنشعر بظواهره اكتر في حياتنا بنشوف ليه ظواهر ملموسة او محسوسة في حياتنا مين بنحسه اكتر ها الاجابة هي مزبوط ليه؟ لان في كل حتة حوالينا فيه حاجة اسمها اير اكسيجن الاكسيجن اللي موجود في الهواء الاتموسفيريك اكسيجن ده هو اللي بيخلي الحديد يصدي ونشوف صدى الحديد بيخلي اللي اللونه بيغمق ونشوف نتيجة الاكسادة اللون غمق بنشوف بنشوف طب ما انت قلت انت كده هتلخبط كلامك ما انت قلت ان لازم بيحصل الريدوكشن ايوه حصل الريدوكشن للأكسيجن عمل اكسادة للحديد وخلى الحديد يصدي وشوفنا الصدى وبنفس اللحظة الاكسيجن نفسه حصله الريدوكشن الريدوكشن اللي موجود في الهواء بس اما الاكسيجن يحصله الريدوكشن احنا ما بنشوفش ظاهرة للموضوع ده لكن بنشوف زواهر الاكسيديشن كتير جدا في حياتنا ده المقصود من السؤال التاني لو حبينا نشوف ايه امثلة للريدوكشن موجودة في حياتنا زي ما قلنا احنا بنشوف زواهر كتير للأكسيديشن من اشهر امثلة الاكسيديشن اللي بنشوفها كل يوم في بيوتنا هو عملية بتاع صم فروتز ان فيجيتيبلز دي ما هي الاكسيديشن زي الموز التفاح الجوافة البتنجان حاجات كتير اوه في بيوتنا لما بتغمق الغمقان ده بيبقى بسبب عملية اكسيديشن اكسيديشن لمين؟ بعض الكمباونز الموجودة في الفواكه والخضروات دي بيحصل لها اكسيديشن باستخدام او بواسطة الاير اكسيديشن وفي حين الاير اكسيديشن نفسه بيحصل له ريداكشن يعني بنقول هي عملية اكسيديشن او سيرتين كمباونز ان زيس فروتز ان فيجيتيبلز اسوشييتد وز ريداكشن او اير اكسيديشن النتيجة اللي بنشوفها بعيننا ايه؟ اللي هو داركننج للون بتاعها المركبات اللي بيحصل لها اكسيديشن دي مين لي هي عبارة عن فينوليك كومباونز بيحصل لها اكسيديشن فلونها بيغمق وممكن كمان تكون فيها فراس ايونز فراس ايون ده لما بيغمق بيتحاول لفرك ااسف لما بيتأكسد بيتحاول لفرك اللي هو بيكون لونه غامق برضه فده وعلى فكرة الموز اللي هو بيبقى فيها حيثة غامقة دي كمان من الموز اللي هو الابيض لذلك هو من الناس اللي بتحب تعمل عصير موز كتير الموز اللي بيبقى غامق ده بيبقى كويس جدا وطعمه احلى في العصير طيب مثال تاني او ايه بقى امثلة لعملية الريدوكشن هتلاقي امثلتها مش كتير احنا هنستعين بمثال واحد احنا اكيد سمعنا عنه في المدرسة قبل كده اللي هو سيلفر بليتنج او عملية اطلاق بالفض التجربة دي من التجارب الممتعة جدا لو انت جبت بيكر وحطيت فيه محلول من السيلفر نيتريت وحطيت فيه سلك نحاس انت مشكله بالشكل اللي انت عايزه ومشكله بشكل شجرة بشكل وردة بشكل كذا بشكل كذا النتيجة في الاخر هتطلع ان السيلفر هيترصب فضة هتترصب بشكل السلك النحاس اللي انت مشكله بيسموها تجربة السيلفر تري اكتب كده في اليوتيوب سيلفر تري هتلاقي ناس كتير جدا عاملت تجربة دي وباشكال ممتعة جدا ايه بقى اللي بيحصل في التجربة دي انت عندك سيلفر نيتريت وحطيت عليه كبر سيلفر نيتريت حصله ريدكشن انتو سيلفر متل اترصب على سلك النحاس وسلك النحاس اللي كان موجود حصله اكسيديشن وتحول إلى سلط الكبر اللي هو البريك نيتريت وده بيبقى لونه أزرق فتلاقي المحلول لونه زرق بالشكل اللي انت شايفه ده يعني حصل ريدكشن اوف سيلفر ايون اي جي بلاس وان انتو سيلفر متل associated with oxidation of another metal like الكبر ويتحول ساعتها إلى سيو موجب اتنين طيب محتاج توضيح أكتر في الجزئية دي قادي اللي بيحصل يا جماعة في التفاعل بتاعنا ده silver ion اللي هو silver موجود في silver ion في وجود الكبر حصل oxidation للsilver ion حسب آسف حصل reduction للsilver ion into silver metal يجي وعلى إشارة صفر هنا لأنه متل طب هيا دي oxidation ولا reduction هتتلخبط؟ لا سانية واحد هو تحول من كام positive 1 إلى صفر oxidation number حصل له إيه؟ نقص decrease of oxidation number معناها reduction طب في نفس الوقت الكبر متل اللي هو تكافؤ بصفر حصل له oxidation وتحول إلى cubic cu موجب اتنين السلط هنا اسمه إيه؟ carbon nitrate أو cubic nitrate اللي هو لونه أزرق يبقى نقدر نقول إن silver ion حصل له reduction into silver metal والكبر متل حصل له oxidation into cover iron أو cubic iron الجزء ده يا جماعة يعني أنا برضو عايز أفهمك حاجة الجزء ده والجزء اللي كان فيه تعريف oxidation والreduction والسلايد أنا بأي دكتور بيشرح الجزء ده وعايز يحط ما يقرب من عشر أسئلة MCQ على الأجزاء دي سهلة جدا جدا بشوية تبديل بدل reduction to the oxidation بدل زيادة تقول نقص بدل EG plus 1 تبقى EG metal zero كيوبرك كيوبرس فرس فرك سرك سر يعني شوفوا أي حاجة من دول تتبدل تعمل سؤال أو تعمل choice جديد ولذلك بأكد أكتر من مرة ان دي من الأجزاء اللي ما ينفعش فيها الحفظ انت لو عاكل امتحان قبل ما تدخله ودخلت مش فاهم هتتلخبط لان زي ما انتم شايفين كل حاجة شبه بعض فلذلك بأكد تاني الفهم ثم الفهم زي ما قلنا في السلايد اللي كان فيها تعريفات oxidation والreduction انها من الحاجات المسلمات اللي مفروض ما تتلخبطش فيها فالسلايد اللي قدامكو دي برضو من الحاجات المسلمات اللي ما ينفعش تتلخبط فيها ليه؟ هنفهم دلوقتي يعني ايه oxidation وoxidizing agent او oxidant ويعني ايه reduction وreducing agent او reductant وده هو اللي هيتبين عليه المنهج بتاعنا كل ما هو اي تفاعل هيحصل بعد كده او اي تجربة هناخدها ما هي الا معادلة بين oxidizing agent وreducing agent فلو انت مش عارف ده معناه ايه وده بيحصله ايه وبيعمل ايه فهتتلخبط طيب واحدة واحدة كده oxidation عرفنا oxidation خلاص اللي هي loss of electrons طيب oxidizing agent او oxidant اللي هو العامل المؤكسد بيعمل ايه؟ من اسمها oxidizing agent oxidant عامل مؤكسد دي صغر اسم فاعل يعني بيأكسد المواد الاخر طيب انا دلوقتي عامل مؤكسد هأكسد مادة تانية يعني هخليها يحصل لها اكسدة يعني يحصل لها فقد الكترونات يبقى نهيحصل للي ايه؟ كعمل مؤكسد هاكتسب الالكترونات دي يبقى انا هاكتسب الالكترونات طبعا لما انا لما انا اكتسب الالكترونات انا هيحصل للي انا نفس هيحصل للي هيحصل للي reduction لذلك نقول ان الoxidizing agent او الoxidant بيبقى electron acceptor takes electrons او substance that has strong affinity for electrons ولذلك ببقى انها هتكتسب الالكترونات فالoxidizing agent is always reduced طيب العكس تماما reduction هي gain of electrons reducing agent او reductant ده بيعمل ايه؟ انا دلوقتي reducing agent عامل مختزل بختزل المادة تانية فلما انا اختزلها يعني اخلاه يحصل لها اختزال يعني يحصل لها اكتساب الالكترونات الالكترونات يبقى انا نفسي انا نفسي عملت ايه؟ فقدت الالكترونات عشان هو التاني ده يكتسبه طب انا لما بفقد الالكترونات انا كده يحصل لي ايه؟ يحصل لي oxidation نقولها مع بعض تاني ان بما انه يفقد الالكترونات فالreducing agent is always oxidized انا حابب في الجزء ده ان انا اقولها لك بشكل تاني بساطرين كده بالعربي لان في حاجة هتيجي مستقبلا ان شاء الله في المنهج لو انت مش فاهم التفاصيل دي ممكن تحس انها هتلخبط معاك لكن لو انت عرفتها بالطريقة اللي انا هقولها همليها لك كده بالعربي هتكتبها كمالحوظة عندك وهتيجي الجزء اللي هيجي بعد كده هعرفه لك او حفظه لك بالانجليزي ساعتها هتقدر تميز ما بينه انا مقصودش لما بقولها يعني هحفظك دي معناها ان انت مش هتفهم لأ زي ما بقولك انت الاساس انت باني على الفهم ان انت ده بي exit فيخلي التاني يعمل كذا فيفقد الالكترونات فيكتسب الالكترونات انت فاهم السيناريو لكن انا بقولك دي من المسلمات اللي المفروض لما تيجي تفكر فيها ما تبزلش مجهود عايز تقعد تتعمك في التفكير ده وانت مقاعد مع نفسك كده لكن بتدرس في تجربة او بتجاوب في امتحان او في امتحان شفوي المفروض ان في حاجات متستحق افكر فيها وضيع فيها مجهود وفي حاجات زي اسمي ما ينفعش افكر فيه وانا بقول فانا عايز اقول ايه يا جماعة عايزك تبقى تكتب عندك في الهند ق aos السؤال سؤالين انا عايز اسأل سؤالين هما دولت اللي فيهم شرح السلايد دي العامل المؤكسد والعامل المختز السؤال الاول بيعملوا ايه والسؤال التاني بيحصل لهم ايه هنقول مع بعض كده العامل المؤكسد والعامل المختز بيعملوا ايه تكتب لنفسك كده بين قصين دي مش كيميا دي لغة oxidizing agent أو oxidant عامل مؤكسد عامل مؤكسد ده اسم فاعل يعني سيغط اسم فاعل يعني معناها السؤال بقى بنقول بيعملوا ايه؟ العامل المؤكسد والعامل المختزل بيعملوا ايه؟ زي ما بقول لك دي لغة العامل المؤكسد يؤكسد المواد الاخرى والعامل المختزل يختزل المواد الاخرى اظن دي بديهيات يعني طب السؤال التاني العامل المؤكسد والعامل المختزل بيحصل لهم ايه؟ تكتب لنفسك بقى بنقصين قاعدة سنوية عامة بتاعة العكس العامل المؤكسد يحدث له اختزال والعامل المختازل يحدث له اكس هذا انا مش ببرمجك تحفظ حاجة بدون فهم انا قلت لك الفهم بتاعها في الاول ووضحتها لك جدا انت اللي بيحصل بالزبط واحد اين ثلاثة لكن انا عايزك تجيبها في لمح البصر كده العامل المؤكسد والعامل المختازل بيعملوا ايه؟ المؤكسد يؤكس المواد الاخرى بيحصل لهم ايه؟ العامل المؤكسد قاعدة سنوية عامة بتاعة العكس العامل المؤكسد يحدث له اختزال والعامل المختازل يحدث له اكس هذا كده انا مش مقبول ان انت تتلخبط في حاجة زي دي لان هيتبنى عليها المنهج كله بلا مبالغة يتبقى ان احنا نقول مثال لتفاعل يحط النقطة على الحروف لكل المفاهيم اللي احنا عملين نشرح فيها من اول المحاضرة فده مثال الريدوكس ري اكشن اللي هو تجميع التوهاف ري اكشنز مع بعض اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم قبل كده التوهاف ري اكشنز هم ان الفرس يتحول لفرك والسرك يتحول لسرس فالتفاعل الكامل بتاع الاتنين مع بعض لما حطناهم على بعض ان الفرس بلاس سرك يدي فرك بلاس سرس ايه اللي حصل في التفاعل ده؟ الفرس حصل له اوكسيديشن انتو فرك اللي عمل العملة دي فيه هو شغلته ايه؟ هو اوكسيديزنج ايجن اللي هو السرك هنا طيب بالمثل السرك حصل له ري دوكشن انتو سرس تخيل انت مش فاهم لما موجب اربعة يتحول لموجب تلاتة دي اوكسيديشن ولا دوكشن مش فاهم ان اللي بيعمل ري دوكشن للمواد الاخرى ري دوكشن ايجن مش هتعرف تتصرف فبنقول السرك حصل له ري دوكشن انتو سرس فالعمل العملة دي فيه اللي هو الفرس ده شغلته ايه؟ ري دوكشن ج ايجن نجمع الكلام ده كله مع بعض في الجملة دي ونقول وبالمثل سرك is reduced by فرس لو انت مش فاهم كل اللي احنا قلناه الكام كلمة المحتوطين جنب بعض دول مش هتعرف تكتبه وعشان كده بقول انت فرس تبقى فرك oxydize تبقى reduced سرك تبقى صر اي تبديل تعم تحصل في الجزء ده يعمل لي في سؤال 7-8-6 اختيارات لو انت مش فاهم مش فاهم صحي لكن لو الموضوع ثابت بفهم في دماغك من غير مهما اللي قدامك لاخبطك هتعرف تتصرف وتجيب الاجابة الصح بكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة الاولى واتمنى انها تكون واضحة وسهلة ان شاء الله لو في أي استفسرات ممكن تكتبوا لي في الكومنس اشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم واتمنى لكم كل توفيق شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته